إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن القوات الأوكرانية استعادت بلدات عدة من القوات الروسية في منطقة خاركيف الوقع شمالي شرق أوكرانيا وفي رسالته المصورة قال زيلنسكي أن القوات الأوكرانية تحقق العديد من النجاحات على أرض الواقع وعادى العلم الأوكراني يرفرف فوق العديد من المدن التي تم إعادة السيطرة عليها أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 675 مليون دولار هذا وأكد أوستن أن الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لأوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في جنوب البلاد قال مسؤول كبير بوزارة الخارج الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين سيعلن عن تمويل عسكري أجنبي جديد بقيمة ملياري دولار إلى أوكرانيا وأضف أن هناك ثمان عشرة دولة أخرى معارضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل تم إدراجها ضمن خطة التمويل وقال المسؤول أن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس الأمريكي بأنها تنوي إتاحة تمويل الاستثمارات طويلة الأجل دون تحديد الدول الأخرى أو تفاصيل المبلغ الذي سيذهب إلى أوكرانيا أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بنجاح على بلدة مهمة في دونساك ودمرت مستودعا أوكرانيا كبيرا للوقود على الجبهة الجنوبية يأتي ذلك فيما قالت أوكرانيا أنها كانت تدافع ضد الهجوم الروسي على الجبهة الشرقية وضربت عدة أهداف عسكرية روسية على الجبهة الجنوبية وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة يومية في منطقة دونساك الجبهة الشرقية قال إن الهجوم الحالي لجيش الروسي يتقدم بسلاسة ويسيطر بشكل كامل على بلدة كوديما جنوب شرق بخمور أعلن مندوب روسيا دائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد اجتماع للمجلس اليوم الخميس بشأن مسألة إمداد الغرب لكيف بالأسلحة وقال إن الاقتراح الروسي جاء لبحث التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجم عن إمداد الدول الأجنبية بالأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا يستقبل المستشار الألماني لاف شولتس رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل 10 سبتمبر في مباحثات مشتركة بمقار المستشارية بالعاصمة برلين ذكر بيان الحكومة الألمانية أن المباحثات تشمل التحديات والسياسة الأوروبية في ظل تصاعد مستمر تشهده الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وذلك على خلفية تسليم شحنات الغاز الروسي كما يدرس الاتحاد تحديد صقف لأسعار المحروقات الروسية فيما وصف الرئيس الروسي الأمر بأنه حمق وهدد بوقف شحنات الغاز جدير بذكر أن رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين كانت صرحت بوقت سابق بأنه على الدول الأعضاء في الكتلة الموافقة على تحديد صقف الأسعار من واردات الغاز الروسي فعلنت روسيا أنها أمرت دبلوماسيا رومانيا بمغادرة البلاد ردا على ترضي أحد دبلوماسيها من بوخارست وتصنف موسكو رومانيا دولة غير صديقة بعدما فرضت عقوبات على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا وفي وقت سابق من هذا العام تبدلت روسيا ودول الاتحاد الأوروبي طرد المئات من الدبلوماسيين على خلفية الغزو الذي انطلق في الرابع والعشرين من فبراير الماضي اشتركوا في القناة